أدان مجلس النواب الأمريكي رسمياً أمس رئيس دونالد ترامب بسبب تغريداته العنيفة التي استهدفت أربع نائبات ديمقراطيات ولغته العدائية تجاه المهاجرين بالرغم من أن المسؤولين الجمهوريين التفوا حول ترامب إلى أن أربعة نواب منهم انضموا إلى 235 نائباً ديمقراطياً لإدانة تعليقات العنصرية للترامب التي شرعت وزادت الخوف والكرهية تجاه الأمريكيين الجدد هذا وأيد نائب واحد مستقل القرار الذي يتناول تغريدات ترامب والتي طلب فيها من من ينحدرنا من أقليات عرقية أو دينية أن يعودنا إلى البلدان التي جاءوا منها هذا وانتقد القرار قول ترامب أن أعضاء الكونغرس من المهاجرين لا ينتمون إلى الكونغرس أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما أن القرار ترامب أيضاً لنعته المهاجرين وطالبي اللجوء بالغزات ترجمة نانسي قنقر